بسم الله الرحمن الرحيم عزائي المشاهدين كما عودناكم اليوم الجمعة والرد على التعليقات وبس أنا حابة أسألكم هل تحبون أن أنا أزود مدة الحلقة؟ لأن صراحة الأسألة كثيرة والتعليقات كثيرة فيرتي تفيدوني في تعليقاتكم تحت راح أبدأ على طول عساس ما نطول هذا سؤال تكرر كثير وصاحب هذا التعليق يعني أنا قلت لك في حلقة سابقة لا تكرر تعليقاتك بسلوب ممل لأنك أنت حتى تزعج السادة المشاهدين فما بي أسوي لك بلوك أنا ما أحب أسوي بلوك حق أحد إلا للخنازير الإلكترونية عموما سؤال يرودني ريت الجاوب يا دكتور هل النصارى والكفار بشكل عام يرونني بالنسبة لهم أنني كافر كما أراهم أنا أنهم كفار بالنسبة لي ما احترام محبتي لك جزاك الله خير نعم يشوفونك كافر ويحقدون عليك وما يرضون عليك مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى نعم مثل ما أنت تشوفهم كفار أو يشوفونك كافر كذلك هذا السؤال يتكرر كثير كثير صراحة كثير من الناس جزالكم الله خير يبعثون لي مقاطع على الواتساب أو مقاطع على أو تعليقات في اليوتيوب يا عبد العزة ترجاك رد على هذا الصهيوني أخي أتمنى ترد على تعليقي هذا يشتمك رد على أخواني الأفاضل والله دشو اليوتيوب أكثر من سبعين ستين ثمانين فيديو ناس كلها تسب وتشتم في اليوتيوب بس ما أرد على الخنازير والله لو فيه أنا أقول لكم لو فيه واحد يسوي مقطع يكلمني بالحجة وبالأدو وبالاحترام ما أرد عليه لكن هو واحد يقول صهيوني ويقول قطرائيلي ويقول إيراني ويقول مجنس ويقول أرد على خنازير أنا أخواني الأفاضل أعرف أن هذا خنزير مركوب وشغال في الحزب الكوهيني ليش أرد عليه وضيع راسي إخواني الأفاضل أنت لما تكون على حق ما ترد على الزبايل هذا الزبايل وأنا ما نزل مستوى للزبايل الحمد لله رب العالمين إنسان واثق من نفسي أعزائي المشاهدين إخواني الأفاضل لي طلب عندك يا دكتور تجيب حلقة تتكلم فيها عن ما يفعل كوهينوه في اليمن وسبب ما أدري والله إيش كاتب تحبت وفي جنوب اليمن مخصص إخواني الأفاضل أهلنا في اليمن أنا قلت لكم ما لكم حل إلا الانتفاضة والجهاد للأسف أنت عندكم ناس في اليمن عملاء لإيران عندكم ناس في اليمن عملاء للإمارات عندكم ناس في اليمن عملاء للسعودية يا أخي ما في يمني عميل لليمن ما لكم حل إلا الجهاد وتطهير بلدكم من الخونة اللي باعوا البلاد وتطهير بلدكم من أي تدخل خارجي قعدوا مع بعض قعدوا مع الحوثي قعدوا مع هذا حلوا مشاكلكم الله يرضال عليكم ما في حل تاني وأنا خصصت حلقة عن هذا الموضوع هذا كذلك في واحد اسمه كذا كذا يشتمك هذا يعني مثل الخنزير بالنسبة لي شارد علي الله يرفال عليكم عموما كذلك في موضوع ضروري أن أحاب أتكلم عنه كثير من الناس اسألوني وفي واحد يقول لي إيش رايك يا جبان في تصريح وزير خارجية القطري عن السيسي وأنه حاكم شرعي أول شيء حاب أن أقول لكم أن أنا الحمد لله رب العالمين إنسان مستقل ياخي أنا دايما ليش ما أتكلم عن قطر وكلما أروح شوق قطر ياخي أنتوا شفتوا مرة أنا طلعت قلت أنا أكتري أنت عندك مشكلة مع قطر أطلع ياخي سو فيديو أطلع وتكلم عن قطر من اليوم لبكرة ما منعك يا حبيبي أطلع أن تكلم عن قناة الجزيرة ما منعك لا تجيني كل واحد يقول له ياخي ليش ما تقولي أتكلم عن الكويت ليش ما تقولي أتكلم عن عمان عن الأردن عن الجزائر شمعنا أتكلم عن قطر لكن طبعا هذا دايدا الخنازير الإلكترونية ما يعرف يرد عليك وأنا أخواني الأفاضل في الحلقة اللي سويتها عن بن جامينو وقلت لكم الحين بيطلع واحد يبين وروح شوف بلادك وسبحان الله يشوفون ياسبهم واشتمهم وأضحك عليهم ويطلعون ليش؟ لأنه مدفوع لهم أخواني الأفاضل الرد على موضوع تصريح وزير الخارجية أنت اللي قلت عني جبان أنزين أول شي هو حر هو يصرح باللي هو يبيه وأنا جوابت عن هذا الموضوع لسبوع اللي طاب في حلقة التعليقات لكن في ناس ما تتابع وهالخنازير ما يتابعون لأن الشمامين الكلاسيين الشمامين كلاسيين الحكام لما يشوف العنوان يتكلم عن بن جامينو ولا كوهينو ولا الخسيسي يطلع إذا ما في عنوان عن الأسيادة ما يطلع لأنهم شممين أهو مدمن شمامين كلاسين فما يتابع حلقة التعليقات لأن أنا رديت على هذا الموضوع أنا تعود في بلادي أن الحمد لله رب العالمين الرأي والرأي الآخر والحكومة احترم رأي الناس والمواطنين أنا أحترم رأي وزير خارجية كيف هذا رأي لكن أنا بالنسبة لي ولن أغير رأي بذن الله سبحانه وتعالى والله يثبتني السيسي كافر كافر السيسي يجي على ظهر الدبابات حاكم غير شرعي السيسي بالنسبة لي إنسان جاء لتدمير مصر وتخريب تخريب إيش كل مخطط لنهضة مصر هذا رأي لتجوني تقولوني والله إيش رأيك في فلان قالوا إيش رأيك أنا مش ولي أمر قطر ولا ولي أمر الجزيرة والي أخي يعني أنا أنا ما لي علاقة كل واحد يقول أنا إنسان مستقل أنا كثير ناس تكتب تحت هذا إيش جنسيته لأني أنا ما أطلع أتكلم أقول أنا إيش جنسيتي فأي واحد الله يرضال عليكم يا ناس يا متابعين من هالخنازير أحذية الخسيسي يحطوه له المقطع اللي بيقول لك والله إيش رأيك في تصريح وزير الخارجي وإيش رأيك في تصريح كيفهم يا أخي كل واحد حر إحنا إحنا في زمن الحرية كل واحد حر أنا ما أقدر أنا أقول والله أنت يا فلان قول كل واحد كيف لكن أنا هذه وجهة نظري وحسبوني على وجهة نظري أعزائي المشاهد السيسي كافر 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 وخوّل من مصر بالنسبة لي نعم كذلك هذا السؤال بايدن الكذاب يقول سنفك المظلومين وفكّل وجينا الهذلول فقط أنتوا حين تنتظرون بايدن يفك العلماء اللي محبوسين في المملكة أنتوا شدوركم وين دور شيخ القبائل وين دور أعظام مجلس الشورى ليه متى إحنا نبي الغرب ونبي أمريكا ونبي خلصون مشاكلنا إحنا متى بنتحرك متى إحنا راح نبتعد عن المواطن التنبل اللي قاعد في الشيشة ولا في كوفي شو بيدخل شوفي 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 شوني إسرائيل ويدخل والأرقيل أو بالهذا أمريكا أمريكا راح شوفي بلادك وانت قاعد شا تسويا تحركوا يا ناس ليه متى إحنا ننتظر بايدن يحل مشاكلنا وننتظر ترامب وناتو كل واحد يلعب فينا وكل واحد يلعب فينا وإحنا قاعدين لا شغلة ولا مشغلة أكلوا مرعة وقلة صنعة سمعوا لي يعني للأسف إحنا ننتظر بايدن يفكي لايبا بايدن هو يتمنى أصلا بايدن إن العلماء والناس الأشراف يكونوا المسجونين هذا سؤال طويل أعزائي المشاهدين واحد من أهلنا من الجزائر ما هي أسباب تعطوا الزواج في أوساط الشباب أنا أقولك باختصار الحلقة طويلة ممكن أنا أسوي حلقة الحكومات النظام السيستم العالمي لا يريد الزواج المسلسلات الأفلام ما في أي مشروع حقيقي لتشجيع الشباب على الزواج التعليم ضد الزواج التلفزيون ضد الزواج وسائل التواصل ضد الزواج ما يبون الزواج متى تفهمون يا شباب يبون الدعارة يبون الفسق والفجور يبون بويفرند وغير الفرند يبون بناتكم والعيذب الله يحملون بالحرام والله أنا كلكم هذه مخططات عالمية نجحوا إذن يسونا في الغرب والآن هذا الموضوع قادم عندنا في الدول العربية السيستم العام النظام العام لا يريد لأي شاب الزواج أنا أعطيكم إياه من الآخر وعموماً الموضوع هذا طويل هذا طبعاً مرة ثانية اللي هو وزير الخارجية وتصريح وزير الخارجية وما يقدرش يتكلم على أسياده أنا أتحداك يا 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 خول أنك أنت تقول حرف أنت بس أطلع أقول يا يا فخامة الرئيس قرارك ده أنا أعتقد موجهة نظري مش صحيح لو أنت راهق قل بس أنت قولات كلكم خولات يا مع الرصين أنا طلعتك وأنا أنا جدامك الآن وقلت تصريح وزير الخارجية القدري أنا مالي علاقة في أنا من وجهة نظري كذا 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 مخالف للتصريح أطلع لو أنت الراجل يا قول يا قزمة السيسي يا خول وقول أن السيسي قال حرف غلط ما تقدرش ما تقدرش خولات مع الرصين تدفعون عن الكفار قاتلكم الله ما أنجزكم اللي يتكلم معاي ويعلق باحترام برد علي باحترام لكن أنتو يا خنازير والله ما لكم عندي إلا الجزمة على روزكم كذلك أنا السؤال بأعطيكم يا الله يرضال عليكم إذا تسمعون هذا السؤال يعني حب أننا نتكلم عنه عساس أنه خلاص أنا سكر هالباب مسألة أنه ليش ما تتكلم عن قطر ليش ما تتكلم عن الجزيرة ليش ما تتكلم أول شيخ وأن الأفاضل المتابعة لعلومكم سبب إغلاق قناة المجتمع السبب هذا يعني قلتهم لضربة القاضية بالنسبة لي لقناة المجتمع الأولى اللي كان فيه نصف مليون مشترك كان مقطعي اللي انتقد فيه المسؤولين الإلكتريين انتقدت بلادي قطر لأنهم استضافوا فريق رياضي إسرائيلي يعني أنا لأني انتقدت بلادي بكم إغلاق قناة طبعا من قبل الصهاينة من قبل الصهاينة لأنني أنا طبعا هم بعد ما فضحتهم في سرقة الفنادق وكررت انتقادي للصهاينة حطوني في بالهم وتم حذف القناة طبعا غير انتقادي للحزب الكويني هذا واحد قناة الجزيرة أنا انتقدتها عدة مرات أنا بس أعطيكم معلومة عني إخواني الأفاضل هذا يعني رسالة للمحبين والمتابعين أنا أعطيكم فكرة عني أنا إخواني أول مرة بديت الانتقاد وكتبت مقالة سنة 1986 تخيل يعني حتى هالخنازير الكتروني اللي حتى ما طلعوا من بطون أمهاتهم أنت أنت يا بوبامبرز يا خنزير ياللي راكبك كوينو أنا سنة 1986 اللي علمكم نزلت مقالة انتقد فيها كانوا حاطين خيمة سرق مسوين سرق وكان في طبعا تدرون السرق يكون فيه أغاني ومدريش وطق ورقص وحيانا يعني هالحركات الإكروباتية يسمونها وكانوا حاطين علم دول مجلس التعاون ومن ضمنها علم المملكة العربية السعودية اللي اللي مكتوب طبعا معروف علم السعودية لا إله الله محمد رسول الله فانتقدت يعني أول شي انتقدت السرق كسرق وثاني شي انتقدت نشلون هذا كل هاللي قاعد يسير وفيه علم مكتوب على إله الله محمد رسول الله تخيلوا أنا بديت الانتقد يعني بديت أنتقد أمور وظروف في بلادي من سنة 1986 في هذا الوقت اللي ما أحد كان يجرؤ أنه يتكلم واستمرت لعلمكم في كتابة المقالات لدرجة أنه اشتهرت في قطر الكاتب اللاذع يعني كنت يعني فعلا انتقاد لاذع ومع ذلك جزاهم الله خير مسؤولين كانوا صدرهم رحب وكانوا يسمعون لهذه الانتقدات ولعلمكم أعطيكم معلومة أول مواطن قطري ينشأ قناة فضائية خاصة سنة 2007 اللي هي قناة المجتمع والله إخواني الأفاضل أني أنا كنت أقول كلام يعني أنا ما أتوقع لأمية سنة قدام وأنا إن شاء الله إذا الله قدرني رح أنزل لكم الحلقات هذه اللي يعني موجودة عندي اللي كنت أنزلها في 2008 والحمد لله رب العالمين يعني يا أخي أنت مدام تنتقد بأدب وباحترام وهذا الموضوع اللي ما يعرفون الخنازير الإلكترونية ما يعرفون الخنازير الإلكترونية أن الحمد لله رب العالمين في حرية رأي في قطر طبعا واحد فيكم كفوا يا كوهينية ينتقد محمد بن سلمان ولا محمد بن زايد ولا الخز ما تقدرون فأنتقد قطر تكترك عنكم الكلام الفاضي أنا من سنة 86 وفي مجال الانتقاد والكلام وانتقاد الظواهر السلبية والحمد لله رب العالمين وهذا عن حب وهذا الشيء لابد أن كل واحد يعرفه إحنا لما نقول هذا صح وهذا غلط لأننا نحن نحبكم لا نريد الدمار لا يجيني واحد يقول لي طاعت ولي الأمر يا أخي إحنا ما نبي نخرج على الحكام ما نبي نسوي انقلابات إحنا نبي لما نشوف غلط نقول عننا غلط من باب الإصلاح مش من باب الإفساد ومن باب والله الانقلاب وهذا الكلام لكن أنتو لا تفهمون هذا الكلام لأنكم أنتو كلكم عبيد كذلك هذا السؤال ليش تكره الإمارات والسعودية طبعا دايما يلعبون بهذه الألفاظ ونحب أهل الإمارات ولكن أنا مشكلتي مع الحزب الكوهيني الحزب الكوهيني الكافر اللي هدفه تدمير الإسلام والعياذ بالله والله هذا موضوع طويل يتكلم عن العادة السرية أخواني الأفاضل السلام عليكم وردت أن أبدي رأيه في حلقة قديمة عن موضوع العادة السرية ما بعرف ليش كنت تصرع لأن الحل هو الزواج يعني لو في شباب يقومون بهذه العادة وهم في السنة الثانية عشرة رابعة عشرة هل نزوجهم في هذا العمر والله يا أخي يعرف ناس متزوجة ويمارسون هذه العادة يترك زوجته بجانبه ويقوم بالعادة وبالعكس فماذا تسمي هذا التصرف وبعدين مشكلة الناس ربنا يكتب لهم الزواج يعني الحل مش كله مربوط بالزواج إنما الحل هو تربية الأبناء تربية دينية صحيحة من الصغر والتعلم من الاقتراب من الله ونتعلم الاستعفاف وليس الزواج الحل مثل ما تفضلت يعني رسالتك طويلة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ما احترامي لك أخي الحبيب هذا هذا تخصصي في المجال ما في حل غير الزواج أنت تقول نعم ونحن نعلمهم الخو يا أخي أنت عندك غريزة أنت عندك طاقة ليش تمنعها أنا أكرر ما بدأت فيه هناك مخطط لإلغاء الزواج هم يبونكم العذاب يبون لكم العذاب يبون لكم أنت الشقاء ما يبك تزواج لكن هو يعرف أنه لما يمنعك من الزواج أنت راح تمارس فعل قوم لوط راح يحدث السحاق الشذوذ الجنسي ممارسة فعل قوم لوط ممارسة مدري وهكذا هم يبون لكم الحرام الحل في العادة السرية الزواج أنت إحنا بنخترع بنخترع يعني ما في حل آخر ما في حل آخر لا تقول لي والله اكعد وهذا ورب نعم نحن مطلوب أن نحن نربي الناس على الخوف من الله سبحانه وتعالى مطلوب مطلوب وبالنسبة للشخص اللي تقول لي والله أنه متزوج ويمارس العادة السرية هذا موضوع طويل عشان النار رد عليك لأن هذا الكلام مش صحيح هذا الكلام مش صحيح أخي الفاضل نعم في بعض الشباب يتزوج ويمارس العادة السرية لأن هذه مشاكل عديدة تحتاج أنا حلقة على سلسة خصصها لك لكن لا تقول لي أن لا لا تركز على الزواج لا أركز على الزواج لأن الزواج سنن الله سبحانه وتعالى ومن سنن الأنبياء هذه حكم شرعي من الله سبحانه وتعالى أنت موين طالع أنت يا لسؤال هذا السؤال من وين طالع فالحل للعادة السرية الزواج وطبعا الجواب طويل أخواني الأفاضل إي صح أخواني الأفاضل عشان لا أنسى في موضوع هذا جدا ضروري كثير من التعليقات والله تعليقات كثيرة أنا جمعتها في جواب واحد يقول لك والله ألفاظك هذه ألفاظ دكتور ألفاظك هذا سلوب دكتور أنت عندك شهادة أنا أشك إن عندك شهادة دكتور دكتوراه ففي ناس كثير يقول لك والله ألفاظك وأسلوبك وأنه والله أحين شهادة دكتوراه بتعلمني الأدب شهادة دكتوراه بتعلمني الأخلاق لا يا حبيبي الإسلام والدين هو اللي يعلمني الأدب والأخلاق وبعدين لا تفكر أنه عشان عندي شهادة دكتوراه بتمنعني هذه الشهادة من الأمر بالمعروف أنها عن المنكر وأكرر أنا لا تفكر أنا أفقد عصابي لا تفكر أنه أنا ألفاظي طالعة بس من العصبية لا يا حبيبي الفاضي كلها مقصودة أكرر مقصودة لأن اللي أنا أخاطبهم ما ينفع وياهم إلا الجزمة وبعدين أحب بشرك وأعطيك رد لكل من يسأني عن هذا الموضوع كل اللي يخربون في العالم عندهم شهادات دكتوراه كل اللي يحطوا المخططات لإفساد الشباب عندهم شهادات دكتوراه كل اللي قاعدين الآن يسوون الفيروسات في المختبرات وينشرونها لقتل العالم عندهم شهادات دكتوراه كل اللي يصنعون الأسلحة لقتلك أنت كمسلم عندهم شهادات دكتوراه كل اللي يخططون لأفلام هولوود ونشر الدعار ونشر الفساد ونشر تجارة المخدرات عندهم شهادات دكتوراه أنت تفكر شهادة دكتوراه يعني بتعلمك الأدب والأخلاق لا يا حبيبي والله أنا أقول لكم وأقسم جدامكم إذا شهادة الدكتوراه بتمنعني من الأمر بمعروف أني عن المنكر وتمنعني أن أنا أدافع عن دين الله والله لا أشقي شهادة دكتوراه أمامكم شرايكم وبعدين حاب أن أعطيكم معلومة أنا ما عندي وظيفة يعني شهادة الدكتوراه اللي أنا أملكها ما عندي لا وظيفة ولا شغال فيها ولا قاعد أستفيد منها ماديا أعطيك أيام الآخر يعني هي وجودها وعدمها واعد بالنسبة لي عبدالعيز الأنصار اللي تشوفونا هو نفسه من 1986 اللي قلت لكم من 1986 بدأ في مقالات وبعدين في إنشاء قناة فضائية وفي الحمد لله ربعا لنفسه لك تفكر أن الشهادة أضافت لي شيء بالعكس الحمد لله أني أنا اللي أضافت لها الحمد لله رب العالمين فأخوي الفاضل الأخلاق والدين والخوف من الله هي اللي تعلمك الأخلاق والأدد مش شهادة الدكتور هذا السؤال تكرر كثير يقولك أتحداك تجاوب هل حكم التوريض حكم إسلامي يا جبان جاوب جاوب يا جبان أتحدى جدك طبعا كرر هذا التعليق كثير وكله جبان جبان ويسألني هل حكم التوريض حكم إسلامي لا مش إسلامي يا حمار يا حمار فكرني أنا خافة جاوب أقولك أنت حمار وخنزير أنت خنازير راكبكم كوهينوم ابتعد يا حبيبي روح شوف لك واحد ثاني حكم التوريض حكم ما لا علاقة في الإسلام كل الحكومات اللي تحكم بالتوريض ما لا علاقة مش من شرع الله سبحانه وتعالي وكل الحكومات اللي يسمونها الحكم الجبري هذه حكومات جبرية موجودة يعني عني يا جبان تحدى جدي روح لعب عيد يا حبيبي روح لعب عيد يا يوبا ويعني أعطيكم معلومة وكلكم عارفين الحكم في الإسلام لابد أن يكون خلافة يكون خليفة لكل المسلمين ما يحدث الآن 23 دولة هذا كله غلط لابد إحنا المسلمين نجتمع تحت راية خليفة واحد والخليفة يبايع بيعة يعني مثل الانتخابات المسلمين كلهم ينتخبون شخص واحد هذا هو الإسلام أنما توريث ما توريث هذه الأشياء ما لها علاقة في الإسلام والعلماء لهم رايق يعني كثير وكبير في هذا الموضوع